حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون ذكات إلا في الحلق أو اللبة قال لو طعنت في فخيذها لا أجزأك حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وسمعته يقول وأبيك حدثناه غدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا أبو العشراء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث وكيعا حدثنا حوثرة بن أشراس حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه